رجيم خبيس الوعد الحق هو عنوان الرد الإيراني ضد إسرائيل انتقاما من قصف سفارتها في دمشق الذي أسفر عن مقتل عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني هجوم امتد لنحو ساعتين هو الوقت الذي استغرقته الطائرات الإيرانية المسيرة للوصول إلى إسرائيل قبل أن تعلن طهران وعلى لسان بعثتها لدى الأمم المتحدة انتهاء الرد العسكري والذي وصفته بأنه متوافق مع ميثاق الأمم المتحدة دون أن يتضمن بيانها إشارة إلى أن الهجوم كان ثأرا لغزة أو بدء زوال إسرائيل كما يردد المسؤولون الإيرانيون دوما طوال أيام حاولت إيران عبر تصريحات لمسؤوليها تلافي الرد العسكري خشية رد فعل لا قدرة لها على استيعابه مستجدية أي موقف يحفظ لها ماء وجهها أمام أنصارها ووكلائها حتى أنها كانت ستكتفي ببيان من مجلس الأمن يدين قصف إسرائيل قنصليتها في سوريا وبما أن الطرفين إسرائيل وإيران لا ترغبان كعادتهما الدخول في مواجهة مباشرة وإبقاء صراع النفوذ محصورا بالوكلاء فقد جرت خلال الأيام العشرة الماضية وعبر وسطا جولات لترتيب طريقة الرد ونوع الأسلحة التي سيتم استخدامها فضلا عن تحديد المكان والزمان في سيناريو مشابه للذي كشفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حين أكد أن طهران توسلت واشنطن السماح لها بهجوم صوري على قاعدة عين الأسد في الأنبار ردا على مقتل سليماني مع ضمان عدم حدوث أي أضرار الرد الإيراني على إسرائيل والذي بدأ بمئة طائرة مسيرة سرعتها لا تتجاوز 250 كيلو مترا قبل أن تليه رشقة صواريخ أسقطت معظمها على الحدود العراقية السورية وأخرى في الأجواء الأردنية يفضح حجم التوافق بين الأطراف التي تدعي العداء بينها ويؤكد أن إسرائيل وإيران لن تدخل في حرب مباشرة أبدا وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية